حسنا الحمد لله عز وجل والصلاة والسلام على صلى الله عليه وسلم سبحانك العلم لنا إلا ما علمتنا أنك أنت العليم الحكيم دعنا نشرح النهاردة الـ IP address نبدأ من الـ IP address من الـ الى الـ هذه المحاضرات سنسجلها فكرة لكم ونجعلها عامل صالح ونفسي الله أن يتقبل ربنا يوفى الـ IP address أنا حريص جدا أن أبدأ من الأساسيات لغاية أصعب الحاجات تعرفوها حاجة اسمها VLSM حريص كمان أن أنا أساهل المفاهيم والشرح يبقى معظمه بالعربي مع الحفاظ على المصطلحات الإنجليزية زي ما أريد أن أعود خلاص كده؟ الحقيقة قبل أن أبدأ في موضوع الـ IP address محتاج حتة صغيرة اسمها الأنظمة العددية اسمها الأنظمة العددية هي السلسلة التي تأخذ معنا هذا الأسبوع ستبقى تحت عنوان الـ IP address إن شاء الله خليك تلعب بلعب وزي ما قلنا مسؤول الشبكة الذاكي أو الشاطر أو الفاهم هو اللي فاهم IP address اللي مش فاهم IP address يبقى ينفعش طيب ممتاز هنبدأ بموضوع بنسميه حسنا حسنا أضبط الدنيا كده خلينا نجيب سلايد جديد أنا لدي الأنظمة العددية يعني ما هي الأنظمة التي نعد بها نحن نتحدث عن الأول النظام العددي الذي نمشي به في حياتنا والنظام العددي الذي سيحتاجه لكي نفهم IP address يبقى الآن سأشرح مقدمة ليس ضعب لكن هذه المقدمة سنحتاجها بعد هذه المقدمة تحت عنوان عندي كم نظام عددي أريد أشرحهم هم كثير أنا أريد أشرح منهم اثنين نظام عددي اسمه ثنائي ونظام عددي اسمه عشر لكي نفهم الاثنين دعونا نرى نحن في حياتنا نعد نستخدم نظام decimal الذي يسمونه العشري وسمونه النظام العشري لأنه مكون من عشر رموز كم رمز عشرة الذي هم لغاية تسع هم وقع واحد يقول لي تسع رموز من واحد لتسع تسع والصفر يبقى ايه؟ العاشر الصفر ده سيحملوش لازمة بس إذا كان على الشمال أما إذا كان على اليمين يكبر الرقم طيب سنسميها خانة خلية بت ودي ودي لما تبدأ تعب هتبدأ تعبي البت بكل الاحتمالات اللي عندك الاحتمالات كم احتمال هم؟ عشرة لأن هذا النظام العشري مكون من كم رمض؟ عشرة فأنا هجع البيت أعبيه بكل الاحتمالات اللي عندك طب بعد ما خلص كل الاحتمالات اللي عندك يعني أنا ذلك جيت على بت خانة أو خلية عبيتها بالاحتمالات العشرة اللي عندك وهو ده العد كمبيوتر سوف نفترض اننا هعد من الصفر 0 1 2 3 4 5 6 9 عندي رموز ثانية لا هم عشرة رموز طب الحالة دي هعمل ايه؟ بدل ما استخدم واحدة بيت هستخدم كان بيت؟ اثنين بيت هحط هنا واحد واحد يقول لي ما بدأتش بالصفر لان احنا لما نيجي واحد يشتم واحد يقول له ايه؟ تصفر على الشمال فما ينفعش أبدأ بصفر على الشمال فانا هخلي هنا واحد وهنا وبعدين يلا واحد واحد وبعدين واحد ها اثنين لغاية ما هو ده النظام اللي احنا بنعده يا جماعة؟ تسعة عشر احداشر اثناشر احنا بنعد كده انا بتكلم دلوقتي في النظام اللي احنا شغالين به عشان انت تستوع بعد كده نظام الصناع يبقى دلوقتي اسمه النظام الديثمال لانه مكوى من عشرة رموز ابتدت عد بيهم خلصوا اعمل ايه؟ لا عندي حاجة عايزة عده اكتر رقم اكبر بدل واحدة بيت بتستخدم كام؟ اثنين وهكذا طيب خلصنا واحد نعمل ايه؟ هتلاحظ ان الخنتين لسه مش يتمانوا بكل الاحتمالات لسه اثنين وبعدين اثنين و ايه؟ لغاية كام يا شباب؟ اثنين تسعة تسعة وعشرين تلاتين لاحظ تسعة وعشر احد اثناشر تلاتاشر تسعتاشر عشرين واحد وعشرين تسعة وعشرين ها؟ لغاية كام تسعين واحد وتسعين لغاية تسعة وتسعين هتلاحظ ان عندك خنتين في الحالة دية تتمانوا باكبر احتمال كل الاحتمالات الممكنة انا عملتها بقى ايه؟ اعمل خانة واحد زير وزير هي دي اللي احنا كنا بنقول عليها زمان خانة الاحد وخانة العشرات وخانة المئات تساكرين؟ يعني الرقم ده قمت بعشرة والرقم ده قمت بمية لانه في خانة المئات عموما هي دي طريقة العد اللي احنا كنا نشغالين بها فيها اشكالية يا شباب؟ انا بشرح الكلام ده ليه؟ اخد بالك انا بشرح الكلام ده عشان اشتغل معاكو البايناري طريقة العد السنائي طريقة العد السنائية هي الحقيقة طريقة تفكير جهاز الكمبيوتر زي ما احنا كنا شرحنا وقلنا ان الكمبيوتر ما بيفهمش غير حاجة من اثنين زير واحد فيه كهرابا مش كهرابا هو كجهاز كهرابي بس صح كده؟ طيب ممتاز يبقى اذا هو اسمه النظام السنائي لانه فيه كم رمز؟ اثنين صح؟ نظام العشرة عشرة رموز النظام السنائي رمزين اللي هم زيروا؟ طب لو احبتها عد زيروا وبعدين؟ خلاص اتقول اثنين ما معندوش احتمالين بس؟ طب الحل بعد ما الخانت اتملت بكل احتمالات استخدم خانتين واحد زيروا وبعدين اكمل بقى الاحتمالات واحد واحد خلاص ما بيش حاجة غير كده طب الخانتين اتملوا باكبر احتمال يلا واحد زيروا زيروا واحد زيروا واحد 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 زيروا واحد 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 ثلاثة اربعة خمسة ستة الله 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 يبقى شفت الكمبيوتر بيكتب الارقام ازاي؟ بشكل سنائي مش بشكل عشرة انا لازم افهم الحتة دي ليه؟ لان انت عشان تقدر تتعامل مع الاي بي ادرس لازم تفهم النظام العشري كويس والسنائي كويس وازاي تحول بينهم؟ يعني انا لو كتبت لك الشكل ده مش ده ثلاثة وحدات؟ على فكرة في ملحوظة مهمة لما بتكتب لما بتكتب العدد السنائي كده انا لو سبت وما كتبتش حاجة كل الناس هتقرأ كام مية وحداشر علشان كده بنعمل ايه؟ بنقوم عمين كده؟ اذا كان في النظام العشري بقوم كاتب عشر اذا كان في النظام الصنائي يا شباب بقوم كاتب اثنين فيها اشكالية كده يبقى ده سابعة لكن في النظام العشري ده مية وحداشر طب انت عرفت ان ازاي ده سابعة؟ اوه لازم بقى نتعلم ان انت ازاي تحول العدد من ثنائي العشري ومن عشري الى يا شباب بقى جزء من المسألة بعد كده بمجرد النظر المفروض عرف في لمح البصر تكون حولت العدد من ثنائي العشري ومن عشرة سنائية ها؟ ده خاطوة من ضمن خطوات حل المسألة طيب خلينا اذا اعلمكم الطريقة ببساطة خالص الطريقة بتقول ارسم مستطيل طريقة ايه؟ ايوه طريقة التحول من ثنائي العشري من عشري سنائي ارسم مستطيل واقسمه نصي وكل نص اقسمه نص اشتغلي بقى اقسمه ايه؟ وكل نص وكل ربع من دول اقسمه نص بقى التمن خنات ها؟ واحد قولي لازم مامشي يعني زي ما انت بطول كده؟ لا يعني عشان يطلع شكله حلو مرة طالب قال ايه؟ ليس لازم كده ايه انا قم جاي عمل واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية ما شاء الله شاف واحدة كبيرة احدة زيادة فانت ايه معلش عمله بالطريقة ديت عشان بس يطلع شكله حلو بس طيب ممتاز يبقى اول حاجة عمل ايه؟ المستطيل ده في اشكالات في المستطيل وبعدين تعالى اكتب لي هنا اثنين قس زير وهنا اثنين قس واحد وهنا اثنين قس اثنين اثنين قس ثلاثة اثنين قس اربعة اثنين قس خمسة اثنين قس ستة اثنين قس سبعة على فكرة بعد كده مش هنكتبهم بس انا بشرح لكم ايه اللي هنعبيب اه 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 اثنين قس صفر بكام؟ واحد اثنين قس واحد اثنين قس واحد ممتاز ممتاز يبقى المستطيل بتاعنا اول انظر لدي رقم ثنائي او رقم عشر ايه اول حاجة اقوم رسم المستطيل في اشكالات من المستطيل ده؟ كم خانة؟ بعد كده سترسموا في دماغ ايوه سترسموا هنا فهم ثمن خانات الخانة الاولانية هي اثنين قس صفر وهي واحد اثنين قس واحد اثنين قس اثنين قس اثنين بعد كده يبقى دايما لما تيجي تحول عدد من ثنائي العشري او من عشر ثنائي ايه ترسم المستطيل ده نبدأ بمين ها تبدأ بمين نحول من عشر ثنائي او من ثنائي العشري خلاص من عشر ثنائي يلا خمسة تلاتة وخمسين ده رقم ايه؟ انا عايز اشوفه لما اجي اكتب الرقم ده او داخل الكمبيوتر بيتكتب ازاي؟ ها يلا هعمل ايه؟ بص ابتدى يدور على الارقام اللي لو جمعتها يسوي تلاتة وخمسين ما هي الارقام من دول اللي لو جمعتها يديك تلاتة على فكرة هي مالاشة الاحتمال واحد ما تقوليش مش ممكن يطلع احتمالين؟ يعني مثلا لو جمعت دول زي دول لا 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 هي الاحتمال واحدة بص بص حميدي ما تمشيش من ناحية خليك ماشي بالياسة مئة تمانية وعشرين اكبر من مئة تماتة وخمسين صح؟ مئة تمانية وعشرين اكبر من تماتة وخمسين صح؟ اذن دي مهملة طالما قيمة مهملة سيرو طب اربعة وستين برضو اكبر صح؟ وضعوا ثانية وعشرين لا دي واحد طيب اثبال ثلاثين وستاشر كام؟ تمانية واربعين يبقى لسه اهي؟ بقرب انا اهو حطيتها واحد تمانية واربعين وثمانية ستة وخمسين لا ما تنفعنيش دي لان لو خدت الثمانية فوق الستاشر والاثنين وثلاثين هيبقى عدت الثلاثة وخمسين انا مش عايز اعدت الثلاثة وخمسين صح كده؟ ممتاز 4 نرجع ثاني 32 و 16 48 و 4 مضبوطة يعني؟ يعني إذا عنا زر 15 بعد اه مش هتحسب مهملة طيب 4 وبعدين 0 وبعدين 1 حد فهم ليه؟ ثاني 32 و 16 48 و 4 52 و 1 عشان كده هعطيت هنا 0 هو ده السناء يبقى انا لو حبيت اقول 53 بتكتب ازاي في السناء بتكتب كده واحد واحد زير واحد زير واحد صفر على الشمال بقى ما بيتكتبش هه؟ صعب ولا سهلة؟ هديكم مثال تاني 88 صفر بسرعة 1 64 64 و 32 لا لا ده هيكبر للدنيا لانها بقى 96 و 96 اكبر من 88 يبقى صفر 64 و 16 80 يبقى لسه بقرب ممتاز 80 وبعدين 8 00 صح صح؟ ما هو 80 و حطيت عليها 8 بقى 88 خلاص البقى كله اصفر أصفر مثال كما صفر كله أصفر واحد كله أصفر وهنا في واحد صفر؟ 128 اخذوا بالكم الارقام اللي انا بقولها دين ليس بقولها كده 128 واحد والبقى أصفار 192 عشري معلش انا بكتب هنا ثنائق دي عشري 192 واحدين والبقى أصفار لا مزيلوا مزيلوا ليه؟ مزيلوا ليه حميد 128 أصغر 122 اخذها واخذ عليها صح؟ 224 ثلاث وحدات والبقى أصفار 240 أربع وحدات والبقى أصفار لماذا انا سريع شوية لكن انا هديكم تمرين واجب تكملوا خلاص كده؟ في اشكالية؟ طب 255 حد يعرف يحولها لي؟ صح صح محمد واخد المضاعب لكده فهدمكوا حاضرة على اضر 255 ثمن وحدات 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 عندما تحب تكتبها بالشكلة ايه 8 وحدات هكذا هكذا واضحة؟ طبعا انت ممكن تسأل ليه خدنا 8 بيت ومش خدنا 7 بيت أو مش خدنا 10 بيت هتعرف بعد كده لان دي انا احاكمها بالاي بي ادرس والاي بي ادرس اكبر رقم 255 فانعايز بس القاعدة اللي تحولي بس الارقام داخل ما اتلقبطش نفسك هنفهمها هنفهمها هل هناك اشكالية في التحويل من 10 الى سنائي؟ طب تعالوا نشوف كده التحويل العكس ايوه من سنائي العشرة ايه اللي هيحصل من سنائي مثلا ايدي عندك رقم اهو واحد اتنين تلاتة زير واحد ده سنائي رقم ايه؟ حولوا كده الاول اكتبه تحت المربعات ديته طب عشان تكتبه ابدأ من اليسار او من يمين؟ لو بدأت من اليسار هحط واحد وبعدين واحد وبعدين صفر والباقي عبيها اصفار يبقى كبرت الرقم يبدأ من اليمين يا شيخ محمد صح كده؟ يبقى واحد صفر واحد واحد والباقي اصفر طيب يساوي كم ده؟ بصد جمع الارقام اللي تحتها واحد لان دي قيم معتبرة اما القيم اللي تحتها صفر فهي قيم مهملة يبقى واحد واربعة خمسة وثمانية ستاشة واربعة عشرين تسة وعشرين صعب او لا سهلة؟ يالله ادي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة واحد اتنين تلاتة واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة واحد اتنين تلاتة يساوي كم؟ ماتين واربعين كده مثلا؟ طب لو خليتهم بدل خمس وحدات ستة وحدات واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة بعدين صفرين ماتين تبانية واربعين مثلا؟ انا بحلها بسرعة جمع 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 القيم اللي فوق الوحدات ديت هتطلع 248 وجمع القيم اللي فوق الوحدات ديت تطلع 240 هتطلع بسرعة خلاص طيب لو 1 2 3 4 5 6 7 0 254 على فكرة دي 248 وديت 252 ماشي جدا ماشي دي 48 242 اربع وحدات ها في اشكالية الى الان طيب خليني بس هي دي المقدمة اللي انا عايز اقولها بس انا حريص على حاجة حريص ان في بعض الارقام بتعرف القيمة الصنائية والعشرية بسرعة يعني مع الوقت هتعرفها بس خليني اقول لك بسرعة القيم اللي هنحتاجها كتير كتير صف صفر صنائي هو صفر عشر مفيش اي مشكلة طيب واحد عاشر هو واحد صنائي مائة تمانية وعشرين عاشر هي واحد والباقي أصفار الباقي ده كم صفر يعني سبعة صح مية تين و تسعين وحدين والباقي أصفار متين أربعة و عشرين ثلاث وحدات والباقي أصفار متين و أربعين أربع وحدات وأربع أصفار صح والباقي أصفار متين تمانية واربعين خمس وحدات و ثلاث أصفار متين اتنين و خمسين ست وحدات مدين خمسة وخمسين كل وحدات هذه القيم المشهورة جدا دايما 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 هنقوم بمستخدامها فحاول دايما يبقى عقلك حاضر بس فيها وإيه تستحضرها على طريق ندخل في الموضوع الرئيسي ما هو الـ IBS؟ انا هقول تعريف وابدأ اشرح التعريف هقول تعريف وابدأ اشرح التعريف الـ IBS اسمع التعريف كوين وبعد كده هنبدأ نفصاصه حتة حتة الـ IBS هو عنوان طول 32滴 يعطى لكمبيترات TCB على IBRまぁ والتجهيزات الandskalね ويميز ذلك الاجهيزة بشكل فريد على الشبكة تاني!! هو عنوان طول 32滴 يعطى لكمبيترات TCB على IBR والتجهيزات الاخرى على الشبكة وهو يميز تلك الاجهيزة بشكل فريد على الشبكة هو عنوات يعني عنوات مش كل واحد فينا انتو اللاعدين قصاد جنسيات مختلفة صح اردن ومصر والسعودية فانا عايز اقول حاجة مش هتكلم على رقم البطاقة انا هتكلم على رقم جواز السفر هل رقم جواز السفر بتاع محمد ازاي بتاع محمد ازاي بتاع حميلي ليه طيب ايوة لان دول مختلفة لا لان رقم جواز السفر ده رقم دولي عنوات بيسموه حتى ال اي دي يعني عنوان مميز ما ينفعش واحد في الدنيا اثنين في الدنيا بقيهم نفس رقم جواز السفر هو برضو عنوات زي رقم جواز السفر انا مش هايز اقول رقم زي رقم البطاقة لان البطاقة رقم محلي اللي هو الماك ادرس بتاع جهاز الكمبيوتر بتاع كارت الشبكة لان انا بتكلم على رقم دولي لان انت كمان شوية هنقول ان المفروض ان كل جهاز كمبيوتر يبقى لها اي بي هذا الاي بي لا يتكرر على مستوى الدنيا اقولك اوه على مستوى الدنيا بس مؤقتا يعني بعد كده هنعرف ان حصلت مشكلة فاضطروا يكرروا لكن عموما اي هو الاي بي ادرس عنوان يعني اي عنوان يعني رقم ينفع فيه جهاز كمبيوتر في الشبكة ينفع فيه جهاز كمبيوتر بالشبكة المعللوش عنوان او معلوش اي بي riches يعني ما هو اي بي أدرس عنوان ينفع اي جهاز كمبيوتر في الدنيا ما ب práقتا لين رقم ده ذا حريمي رقم جهاز الصبر ينفع لا ينفع نعمuing subdivع ve يعلي Estate إن العموان طوله 32 بيت يعني 42 بيت يعني ابت 9 يبقى 8 32 جميعا يعني إذا حبيت كده نجسمه به الشكل ده شوف عملنا زي صاحبنا ولكننا بنهاب علينا شوي ده السم هتما الخنات لاحظ ان كل الكلام على الابي ادرس بشكل ثنائي انا بتكلمش عشي خالق لان الابي ادرس ده بيتعامل على الكمبيوتر فحنا عايزين نشوف الكمبيوتر بيفهمه ازاي يبقى تاني الابي ادرس هو عنوان يبقى لازم كل جهاز الكمبيوتر ده رقم جهاز السفر عنوان اي دي لازم كل جهاز الكمبيوتر في الشبكة يبقى لازم كل جهاز يبقى لازم كل جهاز يبقى لازم يبقى لازم طوله كامل عنوان ده اتنين وتراتين بيت لو اتكلمنا بيت خلية خانة صح وتمانية بيت يبقى ايدي بيت وهو حجمه كامبل بيت اربعة بيت او اتنين وتراتين بيت يا سيدة منزعرش في اشكاليه؟ طيب طيب ليه بتديلي الكمبيوترات؟ حتى يميزها بشكل فريد على الشبكة مش هانا عندي فيه جهاز الكمبيوتر بيرسل داتا وجهاز الكمبيوتر بيستقبل زي ما خدنا في الوقت الصعي؟ طيب ازاي يميز السورس من الدستانيشن مرسل من المستقبل ازاي يميز بينهم؟ ان كل واحد ليه رقم مميز زي ما كنا بنبدي مثال بالراجل الشرطي اللي بيتكلم في اللاسلك من فهد الى خالد يقوم كل الناس محدش ينتبه هلا مين؟ خالد وخالد لما يبتدي يسمع يعرف ان مين اللي بيكلمه؟ لان ده ليه اسم؟ وده ليه اسم؟ ده ليه اب ادرس وده ليه اب اسم؟ فكل كمبيوتر بيبقى لها اب ادرس ليه؟ ليه بدل الكمبيوترات اب ادرس حتى يميز الاجهزة بشكل فريد على الشبكة؟ خلاص؟ عشان اميز بين فلان وفلان زي بالضبط رقم جهاز السفر زي رقم البطاقة بس احنا قلنا فعلى فكرة في التعريف يقول لك هذا العنوان اللي هو اب ادرس اللي توله 32يبت يقع الكمبيوترات تي سي بي على اب والتجهيزات الاخرى يعني التجهيزات الاخرى؟ احنا فهمنا العنوان اب ادرس ده عنوان حكم 32 اجهز الكمبيوتر تعاده كل جهاز الكمبيوتر لازم يخد اب اي بي علشان يميز الاجهزة بشكل فريد لكن في حتة في التعريف انا انا قلتها من شوية انه هو يوضع للتجهيزات الاخرى هل هناك جهزات أخرى؟ لا، 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 ممكن ممكن أن تستخدم الـ IP الروتر، الروتر البرتات لا تشغلش عندما تأخذ الـ IP أحياناً تشغل الطبعات الطبعات تأخذ الـ IP هناك جهزات أخرى في الشبكة ليس فقط أجهزة الكمبيوتر أنت عندك في البيت لما كنا نشرح الشبكات اللاسلكية السوء اللي فات المودم، لو قالته في الكتاب كيف تدخل على المودم؟ تكتب الـ IP بتاع المودم تدخل على أي صفحة الإنترنت تكتب الـ 261-61-1-1-1 مثلاً هذا الـ IP بتاع المودم ليس فقط أجهز الكمبيوتر تأخذ الـ IPات لا، الروتر وممكن السويتش حاجات كثيرة والطبعات والمودم كل شيء النهاردة تأخذ الـ IPات يبقى موضوع أن الـ IPات ليس قاصر على الـ على الكمبيوتر لا تدخلين تأخذنا مثال ما هي الرسمة الغريبة التي سمعتها في هذه الصبورة؟ هل يجب أن تكون القضوان حديد؟ أو سجن؟ ادينا مثال كده عشان نستعد بس اخذ بالك انا هكتب الـ IPات بالـ 10 اخذ بالك لازم دايماً تاخذ بالك انا بتكلم بالـ 10 10.1.1.1 172.16.1.1 192.16.8.1.1 ادي أمثلة كم رقم؟ أربع أرقام كل رقم حجمه كم؟ لو اتكلمنا بالثنائي سيبقى حجمه ثمانية بيت ما هو؟ ثمانية بيت ثمانية بيت ثمانية بيت ثاني ثاني الـ IPات ممكن أن أعبر عنه بطريقتين لكي أفهمه ما هي قصة الثنائي كل شوق لك اخذ بالك هذا ثنائي اخذ بالك هذا عشر الـ IPات ممكن أن أعبر عنه او اكتبه بكم طريقة يا شباب؟ بطريقتين يأما بالطريقة الثنائية يأما بالطريقة العشرية اذا كتبت الـ IP كما انت شايف كده اصادك بالطريقة العشرية بنسميه ديسمال بنسميه كده دوتد ديسمال نوتيشن دوتد ديسمال نوتيشن او التعبير عن الـ IP بالشكل العشري المفصول بالنقاط دوت بنسميه دوتد ايه الأرقام العشرية او التعبير او التمثيل عن الـ IP بالطريقة العشرية المفصولة بالنقاط ها؟ مثاله اكتب الكلمة دوتد ديسمال نوتيشن دوتد ديسمال نوتيشن او التدوين العشري ظنقاط طب اذا كتبته بالثنائي فيه مشكلة؟ حد يقدر يكتبه ده بالثنائي؟ لا ايب يا ادس ده حد يقدر يكتبه بالثنائي؟ يلا بسرعة كده اكتبه؟ معلش انا سريعا نوب شوية؟ ده بالثنائي هتقولي مفيش فرق؟ لا احنا لسه اقلين من شوية عايز اكتبه لك بقى بالشكل التفصيلي؟ خد يا عم عشان ما تزعلش 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 وهكذا انا كده كتب الـ IP بالشكل ايه؟ ثنائي وكده كتبه بالشكل ايه؟ العشر يبقى ثاني الـ IP address ده عنوان شو انا ببدئ من الصفة انا بكلم ناس جاء من الغابة لا تعرفش حاجة عن الـ IP address خالص ها؟ يبقى الـ IP address هو عنوان طوله 32 بيت يُعطى لكمبيترات تي سي بي على IP والتجهيزات الاخرى حتى يميزها بشكل فريد على الشركة اديني مثال زي ما انت شايف الـ IP address ممكن يكتب بالعشر وممكن يكتب بالثنائي اذا كتبته بالعشري هو ده الشكل اللي انت شايفه ده اذا كتبته بالثنائي هو ده الشكل اللي انت شايفه ده ها رجالة واضح كده يبقى انا ممكن اكتب الـ IP بشكل ثنائي او بشكل عشري لكن هناك ملاحظة مهمة جدا ليس احنا قلنا ان الـ IP address ده حكمه 32 بيت بقسمهم لـ 8 و 8 و 8 و 8 و افصلهم بنقطة صح؟ الـ 8 الاولين دول بكتب فيهم رقم طب فرضا فرضا لو اصغر رقم ممكن احطه في الربع الاول على فكرة بنسميه الفرث اوكتت اوكتت يعني ثمانية فنسميه كده الثمانية الاولى الثمانية الثانية الثمانية الثالثة الثمانية الرابعة ما هو اربع ارقام؟ ثمانيات بالثنائي يعني الكلام بالثنائي دلوقتي لو انا عبيت الثمان خنات دول باصغر احتمال يطلع كام؟ يعني لو عبيتهم صفر 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 يطلع قيمته كلها كام؟ صفر؟ صح؟ كلها اصفر؟ طب لو عبيتها كلها وحيد يطلع كام؟ اذا الـ IP address بالبلد هو اربع ارقام مفصولين بلقطة سوف اتركع للعشر ثاني الارقام تتراوح من صفر الـ 255 ينفع مثلا انت تتصل بواحد وانت تقوله الـ IP address قالك 310 قاله انت حمار لا تخلوش كام لا تخلوش انت حمار بس يعرف انه لم يفهمش لا تخلوش مني الـ IP address اربع ارقام ينفع اي رقم منهم يبقى اكبر من 255 هو اللي قالك 310 انت اصلا جديد ان تمسك نفسك لا تضحك لماذا؟ لانه معروف ان الـ IP address اعلى رقم من 255 واضح كده ولا مش خالح يبقى الـ IP address عنوان 32 هديني الكمبيوتر او لأي حاجة على الشبكة اخرى زي الروترات او البوديمات او ماشي عشان اميزها عن بعض الـ IP address ممكن اكتبه بطريقتين عشري وسنائي اذا كتبتوا بالطريقة العشرية بنسميها . decimal notation او التدوين العشر ذو النقاط اذا كتبتوا بالطريقة الصنائية بسميه . binary notation او التدوين الصنائي ذو النقاط الاستنتاج المهم اللي استنتجناه ان كل اوكتت الـ IP كم اوكتت اربعة يا جدعان جبت منين ثمانية دي كريم ما شاء الله عليه يبقى ثاني الـ IP address كم اوكتت اللي هيغلط اطبع افضحته ايه بجلاجل خلاص كده طيب يبقى دلوقت انا بقول الـ IP address كم اوكتت اربعة اوكتت كم سومانية هو كم بايت يا عم كم بايت اربعة بايت لكن لو سألتك كم بايت تقول 32 المهم ان كل اوكتت فيه قيمة فيه رقم تتراوح من صفر الى 255 امتان احنا بدقين من اين مش من الصفر اوه ده من تحت الصفر خاص ثاني الـ IP address يبقى بالشكل ده لو انا بديتك اي IP address تعرف تكتبه سونية وعشوة لا تعرفش تعرف كل انا نعرف ممتاز النقطة اللي بعد كده يبقى انا النهاردة قلت حاجتين مقدمة قلنا على الانظمة العددية وازاي نحول بنا تاني حاجة اتعرفنا على الـ IP address شكله بس تركبته ووظيفته تعريف تعريف الـ IP address النقطة الثالثة هي أي IP address في الدنيا أي IP address في الدنيا مكون من جزئين جزء ليميز الشبكة وجزء ليميز الجهاز اللي داخل الشبكة مش فاهم كلنا رحنا عملنا عمره في مكة صح؟ بلاش يسيري رحت قبل كده فندق؟ آه رحت طب ايه اللي حصل؟ اول ما رحت الفندق ادوني مفتاح ورقم دايما ساعات كنت تتلاقي كده رقم المفتاح كده وبعدين المداليا بتاعته مكتوب عليها 510 يعني ما 510 ديه؟ يعني الدور الخامس الغرفة رقم؟ يبقى الرقم ده مكون من كم جزء جزء ايه؟ جزء هيعبر عن الدور اللي فيه الغرفة والجزء الثاني هو رقم الغرفة صح؟ يعني كان للثلثمية وخمستاشر يبقى الدور الثالث ها؟ مش الدور الثلثمية يعني ها؟ لا ممكن يبقى الدور الثلثمية لكن المهم ان هو الدور الثالث الغرفة كان تسعة تلثمية وتسعة ركز خلاص كده؟ طيب كذلك الابي ادرس الابي ادرس الابي ادرس مكون من جزء ايه؟ هتقول لي لا ده مكون من اربع اجزاء لا 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 هو مكون من اربع اكتت انا بتكلم ان هو الاربع اكتت دول هنخلي منهم جزء للشبكة وجزء للجهاز اللي هو عليه الابي تاني بنسميها كده نتوورك اي بي اي بي ده الجزء الاولاني و الجزء الثاني هو الهوف اي دي يبقى الابي ادرس مكون من كم جزء؟ جزء ايه؟ جزء اسم الشبكة اللي فيها الجهاز والجزء الثاني رقم الجهاز داخل هذه الشبكة فيها صعوبة كده؟ طيب الجزء ده ممكن يبقى اكتت يعني ممكن ممكن ألاقي IP address كده مش إحنا عارفين إن الإي بي أدرس أربعة أوكتت ألاقي واحد هو رقم الشبكة والتلبائين ممكن أعمل كده يعني ممكن أخلي واحد أول أوكتت أخليه ده رقم الشبكة والثلاث أرقام البعد كده هو رقم الجهاز وممكن راح يقول لك لا أنا مش عجبني كده أنا أخلي ايه اتنين رقمين للشبكة ورقمين للجهاز يجي واحد يقول لك لا أنا هعمل أخلي ثلاثة نتوورك وواحد جي بقى اللي بنسميها الكلاسز أو الفئات لسه هنروح لها دلوقتي بس اللي أنا عايزك تفهمه من الملحوظة النقطة رقم ثلاثة في حدثة النهاردة إن أي IP address متكون من كم جزء جزء ايه جزء يمثل رقم الشبكة أو رقم الشبكة أخي والجزء الثاني هو رقم الجهاز داخل هذه الشركة لأ شخص رقم الثاني لا أصليها أكتت مش الآي بي أربع أرقام ممكن نستخدم رقم مش أنت دلوقتي كنت لسه بتقولي 510 رقم الدور رقم واحد لكن رقم الغرفة كم رقم ده جزء إيه اللي جزء واحد هو رقمين بس هو جزء واحد كذلك ده جزء واحد بس ثلاث أكتتات صح؟ وده جزء بس الجزء هنا ثلاث أكتتات ممتاز اللي أنا أريد أطلع بيه من الحتة دي الرسمة اللي جاية دي أخدوا بالكم أنا مقسم الموضوع لنقاط كده فإيه ساعدوني أول نقطة خدناها إن أنظمة والتحويل بينها تاني نقطة خدناها تعريف الإي بي أدرس وطلعنا منه بملاحظات مهمة إن الإي بي أدرس 32 بيت إن مش بس أجهز الكمبيوتر اللي بتاخد إي بي إن الإي بي أدرس ممكن أكتبه بالصناعي أو بالعشري إن الإي بي أدرس في العشري ما ينفعش الرقم يزيد عام 255 النقطة الثالثة اللي أنا بقولها دي بقتي إن إي بي أدرس مكام من كم جزء؟ جزء إيه؟ جزء للنتورك وجزء؟ للهوست بنسميه نتورك إي دي مميز الشبكة وهوست إي دي مميز الجهاز أو المضيف اللي هو الجهاز يعني خلاص؟ الملحوظة اللي أنا عايز أطلع بينها من هنا هفترض دي شبكة عايز أد الشبكة دي اسم ما إحنا قلنا في نتورك إي دي صح؟ أنا أهد الشبكة دي اسم عشرة ضد زيرو ضد زيرو ضد زيرو هستخدم ده للنتورك والثلاثة دول مين للهوست يبقى لو عندي جهاز كومبيوتر هنا يا حميدي وجهاز هنا وجهاز هنا تقدر تدولي IP address؟ اه عشرة ضد واحد ضد واحد ضد واحد صح؟ والجهاز الثاني مثلا عشرة ضد اثنين ضد اثنين ضد اثنين عشرة ضد ثلاثة ضد ثلاثة مثلا صح كده لما الصح؟ طيب لو أنا جيت على جهاز كومبيوتر هنا وكتبت له 11 ضد خمسة ضد خمسة ضد خمسة ينفع بالله لي لم ينفعش لان الرقم ده غير ده ومعنى كده ان الجهاز ده في شبكة اخرى يا سلام عليك في شبكة تانية يبقى اكيد 11 دي الشبكة تانية ادي اول ملحوظ اذا حصل تغير في اسم الشبكة في مميز الشبكة يبقى انت خرقت برد اما اذا حصل تغير في ارقام الاجهزة فانت لسه ما زلت داخل الشبكة ها واضح المثال ده ولا في اشكالية طيب انا ده كله بأكد على ان الائي بي ادرس جزء منه اسم من الشبكة وجزء اسم الجهاز داخل الشبكة خلينا اديكم شوية امثلة برضو لاخباطكم جده بصق انا اديكم مثلا خليها لما ناخد الكلاص نخش على الكلاص الفئات فئات الائي بي الحقيقة نظر الاختلاف احجام الشبكات ونظر الاختلاف الاحتياجات بين الناس عملنا الكلاص ايه الكلاص فئات الائي بي ادرس الائي بي ادرس خمس ساعة تاني دي النقطة رقم كام النهارده الرابعة صاح كده اول نقطة شوف انا بحاول حفاظك او طلع من حلص حافظ عارف احنا قولنا ايه اول حاجة الانظمة والتحويل بينها تاني حاجة تعريف الائي بي ادرس تلت حاجة ان الائي بي ادرس بتكون من جزئين ودي انا تصلتها الوحدها لانها مهمة شوية وانا عايز اكتركز فيها الحاجة الرابعة فئات الاي بي ادرس احنا زي ما اقول ممكن تلاقي مثلا شركة فيها عشرين شبكة في كل شبكة مثلا خمسمائة جهاز يبقى اذا انا عايز عدد بسيط من الشبكات وفي كل شبكة عدد رهيب من فانا عشان اقدر الابي الاحتياجات المختلفة للناس عملت الفئات عندي كم فئة الكلاث A B C D E انا اعمل لهم جدول من لعبك شوية انا طبعا ما بحب اعمل البرو 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 بتلاقي الكلام مكتوب اصابق لكن انا بحاول نستمتج وانا ماشي نسوي احنا اللي بنعبي البرو ببقى جاهز وكان ممكن اعمل سلايدات وعلى دشاور وخلاص لكن الجدول عندما يبقى كدام كنت بتقوم تعبيب نفسك بيخليك يعني تحس ها شفت الخط اللي جاي بالعرض ده ما عرفش ليه طيب الفئات اولا انا لماذا عملت لماذا نوعت الابي الى فئات هتتمم هتتمم هت فئات بس اصلا لماذا عملت اسمها فئات علشان اخدم على الشبكات مختلفة الاحكام عندي كم فئة طيب خمس خلينا نتكلم على اول ثلاثة ما معنى ثلاثة يعني انهم بي و سي انهم دول المستخدمين اما الدي والإي فخليهم من دلوقتي هنعرف بتوعيه على فكرة كلاس ا معروفة كدا كلاس ا هي دي اي بي ده كم جزء يا حميلة جزء اي اوكتت هو الجزء بتاع النيتوورك اي بي و ثلاثة اوكتت هما الهوص اي بي الجزء بتاع مميز المضيف او مميز الجهاز لكن كلاس بي قالك لا نتوورك نتوورك هوص هوص يبقى ده مكوان من جزء ايه اتنين اوكتت للرقم الشبكة كوني استخدم واحد اوكتت ده يديني عدد بسيط من الشبكات لكن لما استخدم ثلاثة اوكتت للاجهزة يديني عدد رهيب من الاجهزة داخل تلك الشبكة صح لكن لما استخدم اثنين نتوورك و اثنين هوص عدد الشبكات يزيد شوية صح لان الاحتمالات تزيد تمام طب لما استخدم ثلاثة نتوورك و واحد هتلاقي عدد الشبكات يزيد و عدد الاجهزة تقل يبقى الفئات هم خمس فئات خليني اروح لكم على سلايد كده انتو فهمتوا حتة دي خليني اديكم مساس انا هاخد مثلا اب 10 ضد 0 ضد ضد ده اب في class A طبعا انا عايف واحد هيقول ازاي اميز بين اب ادرس ده في class A ولا B ولا C خليك زي الصقرة او النصر الصقرة او النصر او الصاد الفريسة بتاعته يعمل ايه يضربها في راسها ينزل كده من ارو في الراس دايما بقى اخدها قاعدة مني اول ما تشوف اي بي ادرس حميد اول حاجة تركز فيها هي الاكتة الاولان الرقم الاولان ده خد بلك اعلمك ازاي لما تشوف الاي بي تعرفه في اي فئة فلما تعرفه في اي فئة هتبتد تعرف الجزء ده نتورك والجزء ده هتعرف اسم الشبكة وتعرف رقم الجهاز صح يبقى اول حاجة قاعدة امشي عليها ما حييت طول عمرك اول ما تشوف اي اي بي ادرس بص على اي اول اذا لقيت الرقم ده محصور من صف لمية ستة وعشرين يبقى الاي بي ده كلاس اي اهت واحد واحد نسكة اه 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 انا في المعهد تعالي اليوم طيب توصل بالسلام سنة دار سلام تاني زي زي الناس في اسطا هتبتد اصطاط الاي بي اذا لقيت اول اكتت محصور من صف مية ستة وعشرين على طول غير التفكير تقول الاي بي ادرس في كلاس اي طب اذا لقيت اول رقم من مية تمانية وعشرين ل مية واحد وتسعين على طول ده في كلاس بي اذا لقيت الاي بي ادرس من مية اتنين وتسعين لغاية متين ثلاثة وعشرين يبقى ده كلاس تاني حميد دلوقتي سيسأل ماذا سيستفاد لما معرف ان الاي بي ده في كلاس اي 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 ستستفاد كتير صح لي ادار اول 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 اتبص ار اعلى اول رقم البن اذا لقيت الرقم ده 1 او 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 مية او 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 اذا لقيت الرقم ب د reacts ما حد بي ص magnetic من مية تين ونسوين متين تاتة عشر طيب في اشكالية كده طيب ممتاز يبقى انت لقيت انت لو عندي اي بي عشرة ضت واحد ضت واحد قول انت بقى ده كلاس ايه 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 طبعا لان انت عملت ايه حميدي بقى اول ما بص اصطاده بص على ده لقى محصور من واحد المية ستة عشرين بقى ده كلاس ايه طيب كامل بقى في ايه اللي استفدتوا فهمت على طول ان ده نتورك والثلاثة دول مش احنا ارجع تاني كده ارجع تاني للسلايد مسحتها انا صحيح طيب خلاص ممش مش كامل ممسحتها ايش يا راجل يا طيب ايه لو انا كلاس ايه يبقى واحد نتورك والبقى هوص لو انا كلاس بيه يبقى اثنين نتورك والبقى هوص صح جدا؟ تعالى تاني نشوف السلايد اللي كانت معانا دي انا اللي بقى لما كتبت لك كده عشرة ضوط واحد ضوط واحد ضوط واحد انت عملت زي النصر منتاز بدأت بمين؟ بدأت بدا قلت لي محصور من صفر المية ستة وعشرين اذا الاي بي ده في كلاس ايه؟ كمل بقى طيب ما في كلاس ايه؟ يبقى الشبكة عشرة والجهاز واحد ضوط واحد ضوط واحد طيب يلا ها باشمانس محمد ابدأ ها مية اثنين وسبعين ضوط ستة عشر ضوط واحد ضوط واحد يلا باشمانس ها؟ عرفت ازاي؟ اول مركز بص عالفرست اوكتت لقى فين؟ محصور من مية ثمانية وعشرين لمية واحدة وتسعين فعرفنا ده كلاس بي طالما ده كلاس بي؟ يبقى اثنين واثنين صح ولا لا؟ شحللنا كلاس بي اثنين اوكتت للنيتورك واثنين صح ولا لا؟ يى ؟ الشبكة نسمها ايه؟ ا earliest mais 72 logr 1916 والجهاز واحد ضوط واحد محمدsings يهاب أها انتي يلا ها 192��록 واحد 63 8 ضوط واحد ضوط واحد ها اية. ايها عملت ايه؟ ممتاز كده يبقى انت في البصّ على الاول رقم من 192 تعالى ٢٢٣ يبقى ده كلاس تي السلامة كلاس تي يا محمد يبقى؟ ثلاثة تدنيتوركو والاخير ده الجهاز يintenseче ي unplوس ettبر شبكة واحد ستسعين واحد 168 ضوط واحد وهذا الجهاز اخليكوا تفهموا اكثر بصوا كده قولي كده يا محمد ابو هنطش دول اربع ايبيهات لاربع اجازات اربع اجازات في نفس الشبكة ولا في شبكات مختلفات لحظة محمد لا ماذا عن الرفق ؟ محمد دولوقتي يقول ان الرفق في شبكة مع بعض والاسمين التي تحتها في شبكة مع بعض ماذا عن الرفق ؟ لا تقولوا انك عملت مثل الناس اول ما رأى تلك الاربعات عملت ايه حميدي محمد بصتب على فريست اوكتب اول ما بصتب على فريست اوكتب عرفت ان انه من البرعات المدينة من البرعات المدينة اه تبقى انه مدينة تورك الجهاز ده اللي هو اللي هي الاي بي ده في النتورك اللي اسمها عشرة وده في النتورك اللي اسمها يبقى الجهازين دول في مع بعض لكن الجهاز ده في الشبكة احداشر يبقى مع بعض مع بعض نفس كلاس في الشبكة تانية ممتاز انت كده فهمت يعني فيهم عميق خالص عندك حق فهما نفس الكلاس في نفس كلاس ايه بس في شبكات مختلف صح صح طب مثال تاني ده انا شاكلكم بقى فاهمين فنختبر بقى الفهم خالص بقى تسجيل مخل الصبورة بطيقة شوية 172 اوعى تصرع اوعى تصرع اوعى تصرع اصح انت عليك الدول اقول이라 اوعى تصرع يلا دول اربع اجهازه ليهم اربع اي بيهات بص اتعود ازاي من النصيح اللي قلت لك عليها فكر بس بصوت عالي اخد جهازه في شبكة واحده والتناثة دول مع بعض يعني في شبكة واحده طب عرفتها ازاي ما فهمنا طيب ممتاز اول انت بشفت الاي بيهات بصيت على الفرس اوكتت لقيته 172 يعني ده محصور من 128 وعشرين لمية واحده وتسعين اه ده بقى كلاس بي وطالما كلاس بي طالما كلاس بي يبقى الاثنين دول ايه هم اسم الشبكة يبقى لو اي رقم في الاثنين دول اتغير يبقى انت اطلقت بر الشبكة عشان كده ده اصلا ممكن اتخم 172 في نفس الشبكة لا يا حبيبي انت في كلاس بي فاي تغير في اي الرقمين يبقى انت بر الشبكة وطبعا دي الاي بيهات اللي هي ايه ارقام الاجهزة اكمل كمان مية تنين وتسعين يلا عشان يبقى بس عشان حسد بس مية تنين وتسعين واحد ستة تمانية دوت واحد دوت واحد بلاش غش بلاش غش حميدي يلا مية تنين وتسعين واحد ستة تمانية اربعة وبعدها ستة تمانية نفسه نفسه يا سلام عليك احسنت هوا حبيبي ده عمل ايه؟ بطع الفيرس اوكت تلقى مية تنين وتسعين يبقى كلهم كلاسي طالما كلاسي يبقى ثلاثة دول اسم الشبكة طالما ده واحد وده اثنين اي تغير في الارقام الثلاثة اي تغير في الارقام الثلاثة ففعلا الاربع اي بي هات دول في نفس الكلاسي لكن في شبكات مختلفة هالجالة واضح كده ممتاز يبقى دلوقتي انا عندي خمس فئات مختلفة يبقى انا عندي كم فئة؟ خمس فئات انا بشرح في الكلاسيز هاو طيب اللي هي رابع نقطة النهاردة يبقى دلوقتي انا عندي الاربع ادرس فئات ليه عملت الفئات؟ عشان اخدم على الاحجام المختلفة يعني مثلا لو لاحظوا كده ان الاربع اي بي اللي هو عشرة ضت واحد ضت واحد ضت واحد هل ملاحظين يبدي احتمالات كثيرة جدا للأجهزة؟ يعني ممكن تخلي الجهاز تبدأ ب 0 و 0 و 1 و بعدين 2 و بعدين 3 الغيهة 255 و بعدين تخلي ده مثلا 0 و ضت واحد ضت 0 و تغير ده اهلغات 255 و بعدين تخلي ده واحد لغات 255 لا تغير كده كمان يبقى لي احتمالات كثيرة جدا كم احتمالات؟ في احصى بقى واحتمالات دول اصلا لو رجعتهم للشكل الثنائي يدوك كم اوكتت؟ 3 كل اوكتت خليني بس اقولها لكم كده بسرعة هي 2.8 ضرب 2.8 ضرب 2.8 جبتها منين انا جبتها منين مش دول 8 اوكتت اوكتت اللي هو 8 خنات كل خانة ليها كم احتمال؟ 2.0.1 صح كده؟ كل خانة من الثمانية اوكتت لو انت رجعت للشكل الاولاني خالص اللي انا كنت رسمه ان الاوكتت الواحد ثمن خنات كده ها فاكرينه؟ كل اوكتت ثمن خنات كل خانة ممكن احط فيها 0.1 يبقى هم رقمين يطلع 2.24 احتمال حدد رهيب من الاجهزة صح؟ طب لو كان الاي بي دك في كلاس بي مثلا 172 ضد 16 طبعا هنا رقم للجهات يبقى كام؟ 2.8 ضرب ضربة 2.8 يطلع 2.16 طب لو كلاس بي 2.8 يبقى نقدر اكمل الانانسيات المسكة يبقى نقدر اكمل التيبول اللي كان عندي ولا مقدرش خلينا كده نرجع للشكل ده نعمل كده كلاس ايه؟ فيها كم شبكة وفيها كم جهاز لا لا كلاس ايه؟ مش الرقم ده ممكن يتراوح من 0 126 يبقى هما 126 شبكة في كل الشبكة كم جهاز؟ لا تعدش بقى 2.24 على فكرة 2.24 نقص 2 ستاشر سبعة 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 كلاس ايه تديك 126 شبكة في كل شبكة هذا العدد الرهيب اما كلاس بي 65 خمسة ثلاثة خمسة ثلاثة اربعة معلش انا اخطأ ومش مشكلة تعرف الارقام يعني لكن خلينا اقول لك عدد الشبكات 16 16 16 1384 انا اقدر هتبتلوك الارقام دي لو حابين يعني انا اقدر هتبتلوك الارقام دي اتبتلوك الارقام دي لو حابين هتيجي معا ان شاء الله اقدر هتبتلوك الارقام دي انا بقول دلوقت ان نقلس ايه نقول نعростنا ماذا فعلنا للكلاسات ثم سنستخدم على الشبكات مختلفة الإحجاب كلاسين mine? كلاسين cal está تطعون عدد بسيط من الع mechanisms عدد بسيط من الشبكات عدد بسيط من الأجهزة لكن بالنسبة لكلاسين 클�نت يجبي Lean mod عدد رهيب من الشبكات عدد بسيط من العمن صحيح له لو هل تردت Have Digeti مثلا拜拜 Як restaurate من اين جاء عدد الشبكات؟ اصلا هنا هنا في 2.8 الخانة الثانية انا مش عايز بس نخش في دوامة لكن ده نتورك نتورك ده 2.8 احتمال صح؟ اللي هي تديك 256 2.8 احتمال صح؟ 2.8 احتمال صح؟ 2.8 احتمال صح؟ 2.8 احتمال صح؟ احتمال صح؟ احتمال صح؟ من 100 128 لغاية 191 اطرح دول واجمعهم على 256 هتلاح حاجة غريبة خالصة هو نفس الرقم عدد الشبكات اضرابه معلش 5.8 احتمال صح؟ اه اه جاي اه 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 جاي اه في طريق كلمني جاي في علم الله اه اه خلاص؟ لو ضربت لو ضربت معلش انا قلت جمعت لو ضربت الرقم ده اللي هو الفرق بين 128 و 991 في 256 هيتطلع لك 16000 على العموم دلوقتي واضح وبشكل بسيط ان انا عملت ايه؟ ان انا قسمت الابي ادريس الى مجموعات بنسميها فئات كلاسل ليه عملت كده؟ علشان اقدر اخدم على الشبكات مختلفة الاحجال على فكرة بعد كده هنعرف ان ده الوضع لكن شغلناتنا احنا بقى نلعب فيه ونكسر فيه ونضبط ها؟ طيب وعرفنا ازاي نعرف الاذا كان الاي بي وملاحظين كمان ان فيه فرق هنا يعني انا قلت ازاي تعرف كلاس ايه؟ من صف ال 126 اول اكتت صح؟ وهنا من 128 ل 191 وهنا من 191 2223 وملاحظين هنا في 127 مفقودة هتعرفوها في العملي بتاعت البنك هتعرفوها في العملي ان شاء الله طيب وهتلاحظوا كمان ان انا عندي اكبر اكبر رقم 255 لكن ليه انا واقفين عندي 2223 اه لسه فيه كلاس دي و ايه الله اما الكلاس دي و ايه دول بيستخدموا في ايه يا شباب؟ كلاس دي و ايه بيقول لك مخلينهم فور فيوتشر او للمالتيكاست ايه المالتيكاست؟ ايه المالتيكاست؟ اه احنا قلنا ان انواع الرسائل عندنا في الشبكات ثلاثة رسالة من جهاز لجهاز يونيكاست رسالة من جهاز لمجموعة من الاجهزة بس مش للكل مالتيكاست مالتيكاست تسعتاشر تلاتة الف سعمية واحد وثمانين مالتيكاست تسعتاشر تلاتة الف سعمية واحد وثمانين مالتيك اذنا تسعت ان 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 اجد التفادي ان كلاس و ايه مالتيكاست يبقيوني كاست رسالة من واحد واحد رسالة من واحد للمجموعة رسالة من واحد للكل احنا بقى مخلين المالتيكراس الاعنوين بتاعت المالتيكراس واستخدم من كراس دي اه يعني انا لو عايز ابعت رسالة المجموعة بس مش الكل المجموعة دي اديها اي بي من كراس دي هتفهموها خالص لما نخش على الروترات والروتنج بروتوكول والكلام ده ثاني انا دلوقتي عايز ارسل رسالة لخمسة من عشرة الخمسة دول اديهم اي بي واحد لان اذا حد اريد اتعم لها رسالة الخمسة لما انا ممكن استخدام ل شغلها الماجموعة واحد مجموعة واحدة دي ممكن تبقى فلان وفلان وفلان فهد ينادي الجميع هذا البروتكول صح كده ولا ايه؟ فانا لما باجى استخدم المالتيكاست انا استخدمه ايباد و هنشوفها ان شاء الله هندي امثل عليها خالص لما نروح لها 24005 و عندنا 9 و عندنا 10 لها الروتنج بروتكول ممتاز ثاني انا عايز انا نهي بس النقطة الاخيرة يبقى انا الابي ادرس قسمته إلى خمس فات مستخدم منهم ثلاث فات او بي و تي لماذا عملت كده؟ لماذا قسمت الابي ادرس لمجموعات الابي هات اللي بتبدأ من zero من واحد الى ميساة و عشرين ها عشان اخدم على الشبكات مختلفة الاحجاب طب ازاي فرق بين الكلاصات؟ خلينا زي استقرأ اصطاده اول اكتس اذا كان محصول من كذا لكذا يبقى كلاس ايه ممتاز ايه الفرق يعني بين كلاس او بي و تي اه كلاس ايه واحد نتورك والباقي هوس كلاس بي اتنين نتورك والباقي هوس كلاس بي ثلاثة نتورك والباقي هوس وعملنا الجدول اللي أعرفنا به عدد الأجهزة في كل شبكة أو كل كلاس من الكلاسات أنا هوقف على كده مش حاول أطول ماشي تفهمتوا حاجة تفهمتوا حاجة سائحة طيب الحمد لله أسأل الله عطبارك وتعالى أن يفهمكم ويعلمكم مسائر المسلمين أنه والذي يكون القضاء عليهم بذلكم الله خير ترجمة نانسي قنقر